بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن Site to Site Internet VPN Site to Site Internet VPN وهي عملية ربط الفروع مع بعضها البعض من خلال الانترنت نحتاج إلى ذلك مع الشركات الصغيرة والتي تحتوي على عدد فروع قليلة مثلا فرعين ثلاثة وعملية ربط هذه الفروع من خلال حلول المزودة الخدمة أو شركة الاتصالات الـ ISP مثل الخطوط المؤجرة وخلاله تعتبر مكلفة ولا تتحملها الشركة عندها كحل رح نستخدم الانترنت في عملية ربط هذه الفروع مع بعضها البعض من خلال الانترنت VPN حيث أن هذا الحل سوف يكلف الشركة فقط قيمة اشتراك الانترنت والستاتيك اي بي في كل راوتر ولأن الانترنت شبكة غير آمنة فيتم استخدام بروتوكول من بروتوكولات التشفير مثل الـ IP Security يوجد مصطلحين أن يتم استخدامهما للإشارة آآ إلى آآ ربط الفروع من خلال الانترنت بتقنية الفي بي ان وهما عندي الـ IP في بي ان وعندي السايت تو سايت في بي ان بالنسبة للـ IP في بي ان وهي تعني أن يتم تزويد الانترنت للفروع المختلفة من قبل شركة اتصالات واحدة مصطلح سايت تو سايت في بي ان وهو يعني أن شركات الاتصالات التي تزود الفروع ببعضها البعض مختلفة ويعني نقدر غالبا بيتم استخدام الـ IP VPN لو كانت الفروع موجودة مثلا على مستوى دولة واحدة وقتها ممكن نشترك مع شركة اتصالات واحدة أما لما تكون الفروع موجودة في دول مختلفة فعندها راح تكون مثلا في كل دولة عندي شركة اتصالات بتزودني بالانترنت فعندها يطلق عليها الـ Site to Site VPN استخدام الانترنت لربط الفروع هو مناسب مع الشركات التي تملك عدد فروع بسيط فرعين ثلاثة ولكن مع عدد الفروع الكثيرة سوف تكون العملية صعبة من ناحية الإعدادات وذلك لأن إعتادة Tunnels فيما بين الفروع سوف يتطلب نظام Full Mesh وهذا صعب في حال عدد الفروع مثلا كان كبير مثلا 50 فرع طبعا وقتها انت عندك لازم كل فرع يتصل 49 مرة يعني يكون عندي 49 Tunnel مع الفروع الأخرى بحيث يصبح عندي Full Mesh العملية راح تكون سهلة في حال تفعيل بروتوكول من بروتوكولات التوجيه يعني ممكن نفكر في الموضوع انه مدامنا عندي 50 فرع ليش ما فعل بروتوكول التوجيه ولكن المشكلة ان الSite to Site والIP VPN اللي بيستخدم الانترنت VPN لا يدعم تشغيل بروتوكولات التوجيه كونها لا تسمح بالمالتيكاست لذلك يتم استخدام الSite to Site Internet VPN مع عدد الفروع البسيطة ولكن مع عدد الفروع الكبيرة ونريد ربطها من خلال الانترنت فعندها نستخدم تقنيات اكثر تطورا تسمح بنقل البثة المتعددة المالتيكاست لما يسمح بتفعيل بروتوكول من بروتوكولات التوجيه مثل عندي هذه التقنيات المتقدمة للفي بي ان مثل الجي آر ايف تانل وعندي الدم في بي ان من النقاط الاساسية عند التعامل مع سايت تو سايت انترنت في بي ان هو ان تكون على عنوين الIP addresses الموجودة على الروترات والمتصلة بالانترنت عامة public وان تكون static ثابتة وليست متغيرة لكي يتم اعداد طبعا لكي يتم اعداد هذه الIP على اطراف التانل او النفق اللي راح يربط فيما بين الفروع الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته